يعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي تخدم العلاقات المجتمعية ويعرف اسمها دائما بكلمة التواصل ولأشكال علاقات الصدقات والمعارف السابقة والجديدة حاول الشباب أن يستفيد من هذه الوسائل والمواقع في أفكار ومشاريع تخدم المجتمع والإنسانية ووجدت كذلك المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي الملاذ الآمن وعمدت على إنشاء مجموعات أذات محتوى يخدم مشاريعها التي لا تحتاج للخروج من المنازل فتم تنفيذ الكثير من الخدمات في الدول العربية والأفريقية فكانت هذه الوسائل الوعاء الجامع لأفكار الشباب من الجنسين آراء مبذولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحديات استخدام المواقع ومخاطرها كانت البداية تطورا مستمرا ومتسارعا في التكنولوجيا أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير أصبحنا مدمنين قليلية التفاعل فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل أنهلتنا سرعة الاتصال اختصرنا مشاعرنا في رسالة في تغريدة طاهون للطعام ليس لنأكله بل لنأخذ له صورة واجتمعنا لنفقد إحساسنا ببعضنا واهتممنا بتسجيل لحظات أكثر من أن نعيشها أصبحت الكتب سهلة الحمل ولكننا لم نقرأ اهتممنا بذاكرة أجهزتنا وأهملنا ذاكرتنا لم نعد ننظر أصبحنا ملولين مشتتين منزعجين نشكوا فقدان اللحظة وغياب الابتسامة وأصبحت علاقتنا الاتماعية ضعيفة وروابطنا الأسرية تلاشت ولم نعد نطيق الجلوس في العالم الحقيقي هل نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل نجعر فيه ببعضنا نصل فيه أرحمنا نساعد فيه المحتاج وننشر المحبة بيننا ونعيش مشاعر حقيقية ونعطي كل شيء وقته ترجمة نانسي قنقر